مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين بالفيديو اللي فات شفتوا اني اشتريت دماسة الفول عشان ايش عشان اعمل فول اكيد بعملكم اليوم قلد فول بتقربوا بالبيت لذيذ جدا وصدقوني افضل بمليون مرة من قدر الضغط وتقدروا تعملوا يعني بدس او قدر عادي وتطلعوا قلد فول تقدروا تفرزنوا بالفريزر لوقت الحاجة وتكشنونه بالليه انتم تحبنوا على طريقتكم ويلا نعمل مكونات الفول هنا عندي نصف كيلو من الفول اللي بقشروا يعني حبة كاملة تكون اني استخدمت نصف كيلو وانتم تقدروا يعني حسب الكمية اللي معاكم نصف كوب من العدس الاحمر هذا او الاصفر ونصف كوب من الفول المقشور او الفول المنشوش سلتوا اكتر من مرة لما حسيت انه الماء نظيف والان بنقعوا لمدة 12 ساعة طبعا على الماء حرارة الغرفة وخلوا خلال دي 12 ساعة وكل 3 ساعة تغيروا الماء لما انتم فاش حبتوا شوفوا ما شاء الله هنا بعد 12 ساعة الان قبت الدماسة حقي اللي اني روتكم ياها بالفيديو اللي فات وبدأت اضيف الفول طبعا هذه الدماسة اني عندي حقم صغير فما اخذ الليش كمية الفول كامل بقى حاجة بسيطة يعني بقى حق كده حق كوبين عرفتوا او كوب من الفول وهنا اضيف عصير ليمونة مع كامل مع القشرة حقه واضيف ملعقة صغيرة من الكوركم ويمكن تضوفوا بابريكا كمون بس اني اضيف يعني هذه المكونات واضيف ماء ساخن يعني بحيط انه يكون مرتفع عن الفول شوفوا كيف الماء الساخن اضفته ان شاء الله يكون موضح لكم طبعا تقدروا تعملوا بدست او بقدر عادي مش لازم من دماسة الفول كله يستوي حلو بس لما يكون افضل من قدر الضغط لانه يكون اطعم خلاص قلبتوا كده تمام والان بطلعوا على نار عالية يعني اخليه يغلي مش نار اعلى حاجة لا اخلوه يغلي لمدة ربع ساعة بعد ربع ساعة وبنوطي النار هنا خليته يغلي وهنا الباقي شوفوا كيف بقى لحق كوبين عادي بحطوه بكيس وبدخلوه بالفريزر طبعا تقدروا انتم تنقعوه وتصفوه وتخلوه بالفريزر وقت ما تحبوه تطلعوه وتدمسوه يعني عادي ما ميقترش هذا بالعكس انه يكون اسهل لكم واسرع مرات اعمل هذه الطريقة بايش بالفلافل كده انقع الفلافل وحطيه كده بحبوه بالفريزر تطلع جدا حلوه وسهلا بعد اطحنه على طول هنا ما شاء الله بدأ يغلي شوفوا كيف بدأ الفول يغلي على نار هنا يعني عالية تعتبر لمدة قلت لكم ربع ساعة بعد من خلته تمامي يغلي كده لمدة ربع ساعة ايش بعمل بعمل تحته حديدة يعني شوفوا حديدة وخلاص بوطي النار اوطح حاجة وشوفوا اني اخد مني بقول لكم بصدق هو من اربع ساعات الى ست ساعات اني اخد مني ست ساعات على نار هاد اشمعة مع التقليب شوفوا كل شوية اقي اقلبه واضيف له اذا شفتو ناشف اضيف له ماء ساخن عادي يعني مش كل شوية يعني كل نص ساعة كده افتح على الغطة واقلبه واذا شفتو ناشف شوفوا اضيف ماء اني هنا انا شف كده شفتو خلاص بينشف ضفت له ماء ساخن يكون عندكم ماء مغلي على جمب وخلاص وتخلو كده على نار هاد اشمعة بعضهم يخلو انتم عارفين الليلة كاملة بس اني ما اخدش مني الليلة كاملة اخد مني يعني ست ساعات بالضبط يعني تمام شوفوا ما شا الله بعد ست ساعات كيف قوامه بدأت الحبة عندي تنهرس بقولوكم ياها يعني بدأت يعني تطرى كتير خلاص يعني باقيلو كده بخليو حقا قولو عشرين دقيقة وبطفي عليه الان شوفوا عمل لي تيست بالشوكة كده شوف حباته لانه في بعض حبات تكون عادة قوية وبعد حبات تكون تنهرس فاني اشوف اتفقد اكتر من حبا يعني اشوف هل الكل مهروس كده لما اضغط عليه ينهرس ولا لا في حبا وحبا كده بعد ما شفتوه ما شا الله كلهم ينهروا وينهرسوا اضفت لهو ملح طبعا الملح اختياري ممكن ما تضوفوش ملح بس اني اضيف الملح كمادة كمان حافظة بالفريزر يعني اضافتي للملح يكون يعني الملح بسيط مش ما ينطعمش حاجة بسيطة وهنا طلعت خلاص الليمونة بغطي عليه لمدة عشرين دقيقة على نرهاد ابعد عشرين دقيقة خلاص ما شا الله اقول لكم الفول انت معارفين اندي بالبيت اش عملو اكلوه من غير عيش كانو ياكلو بالملعقة من اللدادة تبعوه عملو معاملة البليلة طبعا هنا اني احط لاخي اللي يشتي دوق ويطعم يقولو حطيلي وشوفو كيف بعد ما حطي تروا ايش صار واني قلسة اكلمه يعني شوفو بالله شوفو قلسة اقولو كيف يعني تمام ولا اخلي زيادة ولا تمام الحبة بس كان كلو طريق قللي تمام بيعني مهري خلاص قللي لا تخليوش اكتر وشوفو ايش صار واني اصور شوفو يعني بالله بجد اصور وغلي حليب بالاخير غاز حقي نظيف بالاخير ايش الحليب كلو فاض هنا ما شاء الله خلاص طلعت الفول طفيت عليه وبدت احطه في زبدية او بولة او مطيبة احنا نقول في عدن علشان ايش يبرد ما شاء الله ولا مساك ولا حاجة طبعا الفول لازم تخلوه كده خفيف لانو بس يبرد بيرقع تقيل وتضوفو الماء خلوه قوامو متل الشربة مش تخلوه قوامو يعني تقيل لانو بس يبرد بيرقع تقيل قلت لكم زي يعني بتشوفو الان بالفيديو وكمان بقولوكم حاجة عشان الاشي يشوفو مشروطه كيف تقل خلاص برد الان بقصوه باكياس بحطوه بالفريزر عادي طبعا اذا ما عندكم اش عدس ايش تقدروا تعملوا بديل للعدس طبعا تقدروا تستغنوا عن الفول المتشوش او المقشور لكن اذا ما فيش عدس اعملوا قزرة قزرة وطماطن حبه قزر وحبه طماطن مع الفول لما تدمسوه وممكن تضوفو ثوم بعضهم تضوفو ثوم بس اني ادمسوه نفس كده متعودة اعمل الفول سواء بقدر الضغط او بدست عادي وما كانش عندي دماسة انتم عارفين انه الفيديو لفتر اشتريت الدماسة كنت اعملوه اما بدست عادي اما بقدر الضغط وعملو مرة قزرة في بوح حبه طماطن مرة اعملو عدس مع يعني فول مقشور اذا عندي واذا ما عنديش عادي حطوه قزر حطوه حبه طماطن اذا ما فيش عندكم قزر حطوه بس حبه طماطن ليش نضيف العدس العدس يعطي له لون حلو عرفتو كيف وحتى طعمه يطلع لديد يخليه كده الفول فاتح واضافة الليمون ليش ان نضيف الليمون الان بقولوكم اياها الليمون ما يخليش الفول يسود ما يخليش لونه اسود خليو كده فاتح شوفو كيف اللون يخليش الفول غامق يغمق كده تحسو لونه لا يخليه لونه محافظ على اللون الدهبي الفاتح او اللون البني الفاتح هو مش دقبوني كده زلبيج يكون لونه ان شاء الله بالفيديو القادم بنزلكم طريقة الفول كشنال الفول قدر روعة بنزلكم الفول بطريقتين عشان تقربونا الطريقتين واكيد فول اكيد خبز البيت او عيش البيت او رغيف البيت نفسي الكل يقربوه ألد رغيف هل حابين لما انزل طريقة الفول ننزل طريقة هاد العيش مرة تانية مع اني عملتو مليون مرة في القناة اشتركوه تقربوه واشي الكل ينجح معا هذا الخبز لانه من سلطة ده عملتو خبز البيت مستحيل عاد تقبنوه من اي محل او اي مخبز بتعملوه بالبيت احلى خبز كده سخن او خبز كده حامي كده تاكلوه على طول الفول حامي وهو كده على طول من الصاق على طول او من الطاوة على طول على السفرة حاجة جدا روعة والان ما نختم الفيديو اقدر اقول لكم الان لا تنسو تشتركوه في القناة تفعلوا قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحلو منكم بالعافية لي ولكم